سيناريو للحرب غير متوقع وكان من المفترض أن نتائجها قد تحققت في أشهرها الأولى فلا الحكومة عادت إلى عاصمتها ولا ضمنت السعودية أمنها المؤكد هو إحكام ميليشيا الحوثي سيطرتها على صنعاء وامتلكها من جديد سلاح الجو وهي الميزة العسكرية التي فقدتها في الساعات الأولى من عاصفة الحزم إذ دمرت مقاتلات التحالف معظم الدفاعات الجوية في اليمن بدأت معادلة قوة الحوثيين تزداد بعد تطوير قدراتهم الجوية والصاروخية وشنهم هجمات على أكثر الأهداف العسكرية حساسية للحكومة والتحالف الدور القتالي الفاعل والمؤثر للحوثيين برز مع الضرر الكبير الذي أحدثت صواريخهم الباليستية في مطارات السعودية وقواعدها العسكرية ومؤخرا كانت سحب الدخان تتصاعد من منشآت حيوية تكشف عن تماد الحوثيين في إحداث الضرر بالرياض وفي الأسبوع الماضي اضطر عملاق النفط السعودي لإيقاف تدفق نصف إنتاج المملكة من النفط أما في الداخل فقد نفذ الحوثيون بعض الضربات المباشرة أبرزها هجوم بطائرة مسيرة استهدف عرضا عسكريا في لحج وقبل أسابيع كان صاروخهم باليستي يستهدف معسكرا للقوات المدعومة من الإمارات في عدن وأسفر عن مقتل 35 عسكريا طموحات الحوثيين امتدت إلى توسيع دفاعاتهم الجوية وفي مناسبتين اعترف البنتاجون بإسقاطهم لطائرتين أمريكيتين في العامين الأخيرين هدأت وتيرة هجمات الحوثيين في البحر إذ يبدو أنهم تلقوا تقريعا من المجتمع الدولي عززت التكلفة المنخفضة للطائرات المسيرة قدرات الحوثيين الذكية بمبلغ زهيد يمكن الحصول على طائرة قتلة وعلى إثر ذلك بات قصفهم للسعودية أمرا يوميا وصاروا يهددون بقدراتهم العمقين السعودي والإماراتي القابلية للتطوير هي الاستراتيجية الأهم في سلاح الطيران المسير إذ يمكن تطوير طائرات يصل مدها لألفي كيلو متر مع قدرة للبقاء ثلاثين ساعة في الجو وتنفيذ مهام الرقابة والرصد وتدمير الأهداف ويتعذر كشف هذه الطائرات أو رؤيتها بواسطة العين المجردة كما أن منظومات الدفاع الجوي مصممة أساسا للطائرات الكبيرة وتكلفة التصدي لها عالية إذ أنه بات على صاروخ واحد قيمته مليون دولار اعتراض الطائرة تصل قيمتها إلى 500 دولار فقط خلص التقارير بحثية إلى أن الطائرات الحوثيين ليست محلية وإنما صنعت في إيران واستيرادها تم على دفعات ومع تصاعد القدرة الجوية للحوثيين يقف التحالف عاجزا وهو يحصي شظايا الصواريخ والطائرات للعالم رغم إعلانه مرارا إنهاء الخطر الحوثي